يا هلا وسهلا وحياكم الله تعلم اللغة الإنجليزية له طرق كثير ومجالات ويعني كل شخص يتعلم اللغة حسب يعني أسلوب حياته لكن في أشياء أساسية في تعلم اللغة الإنجليزية أول شيء في تعلم اللغة الإنجليزية أنت طبعا أنا أتكلم على الناس اللي تتعلم من الصفر والناس البالغين أول شيء تتعلم فيه اللغة الإنجليزية هي الأساسيات أساسيات اللغة الإنجليزية طبعا بحكم أنه إحنا نتعلمها في سن متقدم لازم نتعلم القرمر لازم نتعلم القرمر لكن إنت لو تعلمها وإنت صغير في المدرسة في بريطانيا أو في أمريكا ما يعلمونك القرمر ولا يعرفون القرمر وشو حط المعلومة هذه في بالك القرمر ما يعرفون لأنهم يتعلمون الإنجليزي عن طريق الكتابة والقراءة والاستماع خلاص يتعودون على موضوع يعني لو تسأل أمريكي والبريطاني عن الفيرب والأدفيرب والأمور هادي كل هذا ما يعرفها ثرى فلاقنا إحنا نتعلمها لأنه إحنا نتعلمينها في وقت مبكة متأخر يعني في العمر فلازم نعرف هذه الأشياء كيف قاعدة تشتغل تركيب الجملة عرفت أنت التحاقك بمعهد أو بأكاديمية أو بدورة على أولاين أو تعلم عن طريق اليوتيوب هذه كلها غرورية وهي الخطوة الأولى الخطوة الأولى نحو تعلم كل لغة الإنجليزية هذه لازم تقضي فيها وقت يعني كافي ما لا يقل عن ثلاثة شهور أنك تتعلم الأساسيات وكيف أنت تقدر تركب جملة على بعضها لأنك تتعلم أشياء أساسية وأشياء يعني كأنك أنت طفل في الروضة وشفت قراءة وكتبة زرعة وحصدة بالضبط هذه أنت راح تتعلمها الكلمات اللي من ثلاثة أحرف فعشان كذا أنت الأساسيات هذه لازم تأخذ فيها وقت وتتعلم الأزمنة تتعلم الماضي المستمر الماضي يسمونه الباست كنتينووس والباست والباست بيرفكت وقس على ذلك الحاضر والمستقبل والأزمنة بشكل عام فهذه لازم تعرفها متى تقولها عرفت؟ متى تقول الأساسيات الـ ING بدون ING الجمع هذه كلها تحتاج لها وقت تأسيس أوكي الآن إحنا جلسنا نتأسس صح لا نستعجل أول شيء أننا نتكلم لغة انجليزية بسرعة لا نستعجل لازم نعطي وقت لأنفسنا أنه إحنا نستقبل لغة لازم نستقبل يكون عندنا مخزون عشان إذا كان عندنا مخزون إحنا كذا بنقدر نتكلم ونقدر على الأقل نعبر عن اللي بداخلنا أو نرد على الأقل هذه تقريبا النقطة أو المرحلة الأولى طبعا إحنا أهم حاجة مثل ما تكلمت في أكثر من حلقة لا نخاف لا نخاف لازم نتكلم نحاول نتكلم مع التيتشار نحاول نتكلم مع الطلاب اللي معنا فيدرسون سواء من أي جنسية طبعا لازم نبدأ نحاولهم بالانجليزية نبدأ نتعلم نبدأ نخطي ونصح لأنفسنا ممارسة اللغة في كل مكان في كل مكان أنت ممكن أنت تمارس في اللغة لازم تستغل الفرصة في مطعم في مقهى في كافي أنا الآن مثلا نروح للسعودية عامل المطعم يكلمني بالعربي أنا ما أبغى كلمة بالعربي لأنني أنا أبغى مارس لغة إنجليزية أنا أعتز بلغتي العربية لكن هو يتكلم عربي مكسر معي أنا ما أبغى كلمة عربي مكسر لذلك أنا أبغى كلمة إنجليزية وهذا أنا أسلوبي مع إذا رحت للسعودية سواء في كافي أو في مطعم أو في أي مكان طالما أنه أنا عارف أنه يتكلم إنجليزي أنا أتكلم معه إنجليزي لأنه يكلمني عربي مكسر لذلك أنا أستغل الفرصة هذه وأبدأ أتكلم معه إنجليزي مرة من المرات قاعدت سؤالة فأنا واحد قال معي ناس في الدوام يا شيخ أبثروني سعوديين يقول كل من جلست لهم قاعدون يسألهم بالإنجليزي وهم كلهم خرجين الابتعاف وهو لا هو ما تخرج من الابتعاف فيقول والله مني متضايق أنا يقول قلت لهم روقونا يعني معليش تارة انتوا قاعدين قالوا يا حبيبي حنا جالسين نمارس اللغة عشان ما ننساها لو إحنا ما مارسنا اللغة كذا إحنا بننساها لذلك قاعدين نتكلم في صلب العمل باللغة الإنجليزية عشان كذا دائما الممارسة أنت تتعلم وتمارس في نفس الوقت تتعلم وتمارس في نفس الوقت عشان أنت تكتسب اللغة الإنجليزية بشكل سريع تقريبا هذه النقطة الثانية خلنشفوا نقطة الثالث وش عندنا من الأشياء اللي أنا كنت أسويها طبعا كنت أتابع 2015 كنت بادي لغة الإنجليزية وكنت في أمريكا وكانت نتفلكس ما بعد وصلت عندنا في السعودية وكنت مرة مدمن على نتفلكس ديك اليوم كنت أحيانا أشوف ثلاث أفلام يوميا وراء بعض إنجليزي وترجمة إنجليزية يتكلمون باللغة الأم وفي نفس الوقت مترجمة يعني أنا أسمع وأقرأ هذه ميزة موجودة في نتفلكس إذا أنت تتعلم لغة الإنجليزية أو تبغى تقوي لغتك الإنجليزية مو بشرط تفهم قصة الفيلم كاملة ترمو بشرط بعض الناس يقول لا أنا أبغى أفهم الفيلم القصة والسرد والحبكة والأمور هذه كلها إذا أنت تبغى تتعلم جرب لا ترجم بالعربي أوكي ترجم بالإنجليزي بحيث أنك أنت بعضهم يقول أنا ما يمديني أقرأ لا يمديك بكيفه أنا قال لي مرة واحد من التيتشرز قال لي فواز وإنت تقرأ لا توقف عند كلمة كل كلمة ما عرفتها أهم شيء أنك أنت عارف المعنى العام ومع الوقت أنت كده 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 بسرعة شوي شوي بتصير تكتسب اللغة وتصير تفهم لذلك إذا أنت تبي مصدر قوي لتعلم اللغة الإنجليزية تابع الأفلام مثلا في نتفلكس مثلا وحط الصوت الإنجليزي الأصلي وحط الترجمة إنجليزية بحيث أنك أنت تسمع وتقرأ في نفس الوقت مو بشرط أنك قلت لك مو بشرط أنك تفهم تقرأ كامل الترجمة في وقت واحد أحيانا إذا صارت أنا إذا صارت ترجمة سريعة ألقب آخر الجزء الأخير من الجملة لأنني أعرف الزبدة دائما في الجزء الأخير من الجملة فكذا حتى عينك تقوى فيها تصير تشوفه سبلينغ صح وفي نفس الوقت تقرأ وتعرف وتزود المعلومات عندك خلو نشوف المرحلة الثالثة اللي أنا ممكن أني أقوي فيها لغتي الإنجليزية استخدام التطبيقات من أهم المصادر اللي أنت ممكن تفيدك في تعلم اللغة الإنجليزية التطبيقات التعلم اللغة الإنجليزية لو تبحث في في الأب ستور أو تبحث في جوجل ستور جوجل بلاي صدقني راح تتعب وراح تتشتت لكن دائما أبحث عن الأشخاص اللي ينصحون بعض المصادر في مصادر كثيرة لتعلم اللغة تتعلم تبي تعلم الريدينج الليسنينج طبعا أهم نقطة أنك تسمع بودكاست عرفت تسمع بودكاست وتقرأ قصة قصيرة مثلا أو حوار بعد أن تجي أسئلة كوز بعد الحوار هذا تشوف نفسك صح ولا خطأ مع الوقت حتى لو أخطيت عادي مع الوقت بس أنك أنت تمارس باستمرار التطبيقات هي تعتبر من أقوى المصادر اللي الطالب يمارس فيها اللغة الإنجليزية بعضهم يقول أنا أوكي طالع تدرس برا وتبغى تتعرف على ناس وتروح وتجي في البداية ما راح بيكون عندك الموضوع هذا فترة اللغة إلا إذا أنت تعرفت على الناس من نفس المعهد عندك غير عرب غير عرب من جسلات مختلفة لكن أنت دائما عندك وقت فراغ لحالك وانت قبل لا تنوم وانت نايم أصلا خلي السماعة في ذنك كاز تشتغل جنبك على صوت هادي مع الوقت صدقني بتصير تفكر بالإنجليزي وتهوجس بالإنجليزي وتخطط مشاريعك بالإنجليزي إذا وصلت المرة على هذه فأنت ماشي صح في تطبيقات من أهم المصادر لتعلم اللغة الإنجليزية ابحث في تطبيقات كثيرة أنا دائما يعني نزلت تطبيق البي بي سي عندك بي بي سي انجليش ليرننج وفي عندك بي بي سي ساوند بي بي سي ساوند أيضا تطبيق من التطبيقات القوية للاستماع وتعلم اللغة الإنجليزية خلنشوف النقطة اللي بعدها أول أشل المصدر الأخير معنا في تعلم اللغة الإنجليزية طبعا القراءة هي من أهم المصادر لتعلم اللغة إذا تقرأ كثير أنت كذا الممري عندك بيصير يخزن بيخزن كلمات بيخزن سبلينج ودائما خل عندك الجوال لو في كلمة ما فهمتها تك 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 تحرف معناها وش أوكي وهكذا القراءة المستمرة القراءة المكثفة القراءة مو شرط أنك تبدأ بليفل عالي ترى في قراءة لو تبحث في الأونلاين تكتب مثلا قصص بالمستوى الأول باللغة الإنجليزية إذا أنت حسيت أنك أنا فاهم الآن مرة يعني أوكي مرة ابحث قصص تلقى مواقع كثيرة مواقع يعني ودائما بحثك يكون بالإنجليزية لا تبحث بالعربي رابط البحث دائما بالإنجليزي راح تحصل مصادر لما توصل مرحلة أكاديمية قوية مقالات أكاديمية قوية وقصص أكاديمية قوية وروايات يعني حتى عندنا مثلا إذا أنت تقول الله أنا أنا في السعودية أبغى أقرأ وأبغى يخي عادي تقدر تروح تشتري لك روايات إنجليزية في المكتبات مو شرط تشتري جديد راح تبقى الكتاب المستخدم بخذلك كتب مستخدمة خلصت منها راح تبع على نفس المكتبة هذه عرفت؟ مو شرط أنك تروح تتكلف تشتري واحد جديد وغلافة واو مرة دي لا 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 اشتري يا حبيبي من أي مكان راح الحراج تلقى كتب إنجليزية قصص إنجليزية روايات إنجليزية في أي مكان راح تلقى لك مصادر طالما أنك أنت تبغى تتعلم وترى فترة التعلم هي فترة قصيرة يعني مقارنة بعمرك أنت ما راح تقعد طول عمرك على هذا الحال أنت راح تقعد يعني أقول لك من ثلاثة شهور إلى سنة تتعلم لغة إنجليزية على حسب كل من زادت المدة عندك وكثفت الممارسة أنت كده راح تتعلم اللغة الإنجليزية بشكل قوي هذه تقريبا أنا بالنسبة لي أشوفها أهم المصادر والأشياء اللي أنت لازم تستمر عليها وتمارسها وتكثف الممارسة سواء أنت داخل معهد يعني هذا ما بعد المعهد الأسلوب تتخذها أو أنك أنت قاعد تتمارس التعليم الذاتي لازم تتبع هذه المصادر وإنقدر تزود إياها لو مرحبا أفضلك طبعا وكل شيء على قراتهم كل من زادت الممارسة كل من زادت اكتسابك للمهارة أتمنى الحلقة فادتكم بإذن الله ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة